8 سنين قضاهم الفنان محمد سروت في كلية التجارة رغم أن المعدل الطبيعي لكلية كان 4 بس برر سروت ده بحبه وارتباطه الشديد بفرقة المسرح هناك 4 هو عدد المرات اللي تقدم فيها محمد سروت لمعهد الفنون المسرحية ومعهد السينما ورغم أنه كل مرة كان بيترفض إلا أنه صمم أنه يكافح علشان يحقق حلمه 17 سنة قضاها الفنان محمد سروت بيمثل أدوار بسيطة في المسرح وفي التلفزيون لحد ما خد فرسته كاملة السنين اللي فاتت 2 هو عدد الفنانين اللي بيشوف محمد سروت أنهم مدارس كوميدية أصروا في شخصيته وأداءه الكوميدي هم فؤاد المهندس وإسماعيل ياسمين مرة واحدة بس اتجوز فيها محمد سروت وده كان من الفنانة مونة جمال اللي بيعتبارها شريكة كفاحه في الحياة دي الإجابات اللي نعرفها عن محمد سروت إنما حالاً هتعرفوا إجابات عن أسئلة تانية خالص فخلصانة بإجابة محمد إي أكتر حاجة بتضيقك؟ أكتر حاجة بتضيقني الكاتب مثلاً كئابة برضو بتضيقني ما أحبش كئابة خالص وأكتر حاجة بتفرحك؟ أكتر حاجة بتفرحني الشغل بيفرحني جداً بيحكي تعال صغير بحبها جداً وأكتر حاجة بتخاف منها؟ أكتر حاجة بخاف منها السكون ما أحبش السكون خالص يعني يا سرغط انت سيبتم من الغولة ودراكولة وبو رجل مسلوخة والسكون هو الحاجة اللي بتخوفك طب خليني يجيبهالك بطريقة تانية ايه اكتر حاجة بتنرفزك اكتر حاجة بتنرفزني يعني انا من عادة من عادة صغير من انا برفش هتنرفز يعني بقف على طول يعني ما بتخرجش طب لو حد كسر عليك اشارة الله يسامحوا يعني انت عارفة يطلب قد زعيله يقولك اه فنان بقى بنت فاهم بقى والليل واللي دك يدينا فقى بسكت طب لو بنت عكستك هتعمل ايه بقى ماشي الدنيا يعني ما بتبقى ماشي الحاجة خالص انا راح نعايز عايش انا متجوز اذا كده تفتكر مراتك هتعمل فيها ايه لا هتقطعها دي نصيبها السلطة بقى يعني حصلت قبل كده لا مافتكرش بس يعني مونة بتبقى حريصة في الحاجات دي اوي يعني بتبقى واخدى بلا اي واحدة هتعكسك مراتك مونة هتقطعها لا كويس ان انت قلت بقى عشان في بنات كتير هترجع نفسها بعد الحلقة دي انا بقول نتشعل افردة ربنا ونخلينا في الاكل احسن ايه اكتر اكلة بتحبها مسقعة من ايد مونة شكلك خايف والله لا والله لا بجد ولا بجد مونة بتابع المسقعة هلوة قوي يعني نفسي حلوة في الطبيع طب واكتر اكلة ما بتحبهاش اكتر اكلة ما بحبهاش البامية ما بحبهاش طب لو تعزمت في مكان ولقيت حد حطتلك بامية البامي قدامي باكل الدمعة يا المدرسة رقضتها على الرزل وهو كده البامي حلوة قوي كنت شاقي في المدرسة اه كنت شاقي جدا في المدرسة كنت بجن المدرسين طب احكينا كده موقع مفيش انا كنت في سنوية عامة كنت مكتوب اسمي في حوالي 10 فصول يعني كان عندها 12 فصول ففي الاول خلص كان مكتوب اسمي في اللسه بقى في الناس بتحول مفاهمة من علمي لأدبي وبتاعه فكان اسمي مكتوب في 12 فصول 11 فصول عشان كنت بقى جن المدرسين فكانوا بيجيبونا جن المدرس الانجليزي جن المدرس هكت سعب بعمل انا كنت توقم يعني ليه اخي توقم في تاني 14 والله اغير تيشرتات وغير مش عارف ايه كلام ده الموضوع من الزماني يعني لو عندك قوة خارقة تحب تكون ايه؟ قوة خارقة اه قوة خارقة اطلع كهرابة يعني فتا ودي هتستخدمها ازاي؟ مين؟ انت اشغل شغل مصانع بقى واشغل عكا هلو اوي انه يبقى عندك القوة الخارقة كهربة زيادة في جسمك وفيه ده برضه في الصيف بس مثلا لو حد قتر عليك بالعربية هل ممكن تستخدم قوتك الخارقة زيء وكهربه؟ ماه لا انا اول مرة خالص كنت بسوه بتعلم السواعة وبتاع اول اسبوع ده ما اطلت السجاير وتعلمت الشتيمة كنت بسك في التارك انا ما ورشاش بالسجاير كله بيه هتبقى فيها وداشت فاكر اول معجبة في حياتك؟ لا بس هو اول معجبة بجد بجد كتب مونة واول معجبة بيه يعني اول مرة اعجب بواحدة كتب مونة فعلا بجد لا لازم تحكيني بقى الحب الاول زروفه ايه؟ انا اول ما اتعرفت بمونة يعني كان علاقت بيها اللي هو ازايك عامل ايه اخبارك كده ومونة كان في فريد تمثيل بتاع كوليت برا جامعة انشامس وأنا كنت أصلا كنت في فريد تمثيل جامعة انشامس برضو وكنت لسه متخرج فكنت بقى جاي لهم على اساس ان انا حد قديم وليه احترامي يعني فان بقول من لحظات وبتاعك فعدت حوالي 1000 سنين هلاخت بمونة انت لا ده كويس لا ده هنا هواحش ده هنا هعمل لي الكلام ده كل لسه كنت بقى جاب بيها تمثيل لي يعني ايه فحصل كنتكت بيننا وبين بعد كده في عرض فبعد كده يعني انكلمنا مع بعض وحبينا بعض بعد كده اتخطبنا بعد كده كتب كتاب بعد كده جواز يعني ليه لا فمراحل بدأت من الصداقة الى الجواز اول هدية جاتلك؟ اول هدية جاتلي كانت ساعة من مين؟ من مونة؟ واغرب هدية؟ مفتكرش والله بس اغرب هدية حرميها يعني ده مش حقودة انا وحنساعة في المكان انت برج ايه؟ الميزان يا هوا يا هوا ومميزاته؟ مميزاته ان هو حبيبي الابراج كلها مفيش يعني ما قالوش حاجات غريبة صديق الابراج كلها عموما يعني ما بيحبش الكئابة مودي الى حد ما هي بس المودي ده مش اللي هو يعني غريب الاطوار هو ممكن يبقى مثلا مبسوط بالصبح فيحصل موقف يبقى العكس تمام من طول اليوم مش مش مجنون يعني فاكر اول بوسة؟ ده مكتوب عمدوكو ولا كلام ده؟ ايه ايه اول بوسة لا ما خلاص بقى يعني اول بوسة خلاص ذكريا بقى ذكريا ايه اول بوسة انا ومونة طب اكتر فيلم بتحبه؟ لا اكتر فيلم بحبه فيه افلام كتير يعني فيلم القتلسية بحبه جدا بتاع صلاح بوسيف تروي بحبه اوي بردو زوجة التانية بحبه جدا لا فيه افلام كتير فيه شيء في صدري السلم المصرية لديم يعني اول قلم خدته من باباكو اول قلم خدته من باباكو اول قلم خدته كان في سنوية عامة مش كان عندي متحبس صبحك وانت عايز انزل اخرج مع صحولي فزعقتله يعني فابو يالله ارحمه كان بطل مصري افريقيا في رامي القرص فكان طول بعرضة هاجمة كده اللي ارحمه يعني فاخدت قلم لفت حوانين نفسي ورجعت تاني انا شفت القوضة تلتبير ستين درجة ورجعت اولا صيف ولا شتة؟ لا الشتة طبعا ليه؟ عشان الشتة يعني بوتيك الجميل برفانك اللي تقيل جاكتك المحترم فيش عرق فيش تلزيل انا بغير ثلاث شرطات عشان اكمل الحياة مزيكة والقرية؟ المزيكة والقرية الاتنين احبهم اولا واكتر نوع مزيكة بتحبها؟ اكتر مزيكة بحبها المزيكة اللي هي فيها قانون رئ عود حاجات اللي هي كده الكتابة بحب حاجات نجيب محفوظ جدا احب الحاجات التاريخية قوي كتب التاريخ بحبها جدا اكتر شخصية كارتون اثرت في حياتك؟ بينك منسر الفاعد الوردي شكلك بتقلده؟ لا مفيش والله احد بس واحد صاحبنا بحبه اول كتبة لا ولا مفاكل انا كداب يعني انا مفاوظ ان هو الموثل اصدق كداب عموما فهو عطوب يجدب الموثل بس هو صدق بتحب الصفر؟ لا بحب الصفر جدا اكتر مكان بتحب تسفره؟ مش عالبحر عموما بحب الصفره يعني كنت مثلا في حتة فيها بحر كنت بتغش في المدرسة؟ لا اكيد فينا بلا خطيئة تغش يعني فيش حد خالص اي حد في الموجودين دلوقت حد افشك قبل كده؟ لا الحمد لله ربنا انا كنت بغش بزكاء لأ ليه طريقة يعني اكتب على ايدي فامس زايف اروح اعمل كده خلاص ما خليش حد يفش لها حاجة عمرك اتخنت؟ اه لا في بعض الهجات يعني بس مش قوي يعني ما كانش بتأثر قوي يعني مين الممثل اللي نفسك تمثل معاه؟ فيه حلمي فيه السقة فيه برد بيت بحبها بس كم كان تروي والله كان عمل زي الفل اه والله نعم كان فيه شرطات وكان فيه عاجات وكان رمل بقى وحاجات اللي هي الروماني دي بس الحمد لله هو كان لزيز جدا بيخرج مع اي عدل لو سفرت عبر الزمن تحب تروح فين؟ عبر الزمن انا ممكن ارجع العصر اللي هو بتاع 1885 لحد 1950 لو تختار ملك في الأساطير تحب تبقى مين؟ لا ما احبش أبقى أحد ما احبب أبقى محمد صارود لو فيه ملك يصبح محمد صارود اعترف لنا عطرافك لا ما احبش أعترف على عطرافك ما احب الصراع بكاتوم قوي الصراع ممكن توريني صورة بطاقتك؟ مش هبقى ادهلكم بقى ما افضل لا لا دلوقت انا بعمل بادل فاقت دلوقت والله هايش غل بسبوع اه والله خلصت اسئلتنا وبرضو ضيفنا مقدرش يهرب من الإجابة عليها وبكده تبقى تمت المهمة وحلقتنا خلصانة بإجابة